موسيقى موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموسائل أسرة عضو مؤتمر الحياة حوار الوطني وليد صالح أحمد الوزير الذي وفاه الأجل في القاهرة بعد صراع مع المرض وأعرب فخامة الرئيس عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد الذي كان أحد مؤسسي الحراك الجنوبي وأحد ممثله في مؤتمر الحوار الوطني سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة كشف انتهاكات الميليشيا الإنقلابية لحقوق الإنسان وما يرتكبونه من ممارسات بحق أبناء الشعب اليمني وترقى لمستوى جرائم حرب جاء ذلك خلال استقباله نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير شيباني لمناقشة المستجدات والمهام المنوطة بالوزارة واطلع نائب الرئيس على الجهود المبذولة لتفعيل مهام الوزارة وتحسين أدائها بما من شأنه استعادة وظائفها وكشف الوجه الحقيقي الإرهابي لميليشيا الإنقلاب ومعالجة مختلف القضايا الحقوقية والمدنية والعمل على التنسيق مع الجهات المنظمة العاملة في هذا المجال ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع محافظ مؤسسة النقد العربية السعودية الدكتور أحمد الخليفي فاق الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتميزة لمؤسسة النقد العربي لتقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني وتمكينه من أداء وظائفه ومهامه وأكد اللقاء أهمية وضع أجندة وخطة تعاون عاجلة بين مؤسسة النقد العربي والبنك المركزي اليمني بما يحقق الاستفادة المتوخه لإسناد جهود الحكومة الشرعية لتحقيق الاستقرار المالي وضبط أسعار الصرف في إطار التوجيهات الكريمة لخادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد بتقديم مختلف وسائل الدعم وفي كافة المجالات للشعب اليمني في الظروف الراهنة لتجاوز التبعات الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية استضافت المملكة العربية السعودية الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بهدف تبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة للمشاركة في تقديم الدعم بما في ذلك الدعم المالي للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار وتتولى وزارة المالية السعودية تنظيم الاجتماع الذي يعد بداية إلى الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط في إطار السياق الراهن للأزمة وما بعد الأزمة وثمن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مواقف دور مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية المساندة لليمن على كافة الأصعدة وأكد أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب والتعافي الاقتصادي سيخفف من معاناة اليمنيين التي فرضتها عليهم الحرب العبثية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في الأخبار الميدانية سقط أربعة قتلى من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية في اشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في نهم شرق صنعاء وذكر المركز الإعلامي للمقاومة أن أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح سقطوا إثر هجوم فاشل شنته على قوات الجيش الوطني في وادي حريب نهم شرق صنعاء وكانت الميليشيا قد شنت ثلاث هجمات خلال اليومين الماضيين على مواقع اللواء 125 المرابط في وادي حريب نهم تكبدت فيها عددا من القتلى والجرحى بعد تصدي قوات اللواء لها لقي القيادي في ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية علي جاهم أبو جهاد مصرعه مع اثنين من مرافقيه في اشتباكات مع المقاومة الشعبية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة وأكد مصدر في المقاومة مصرع أبو جهاد ومرافقيه على يد رجال المقاومة المرابطين في جبهة طوال السادة بعسيلان لافتا إلى أن المقاومة أحبطت هجوما للميليشيا الإنقلابية على موقع غرب هجر كحلان كما أوضح المصدر أن المواجهات على شدها بين العناصر الإنقلابية وأبطال اللواء 26 مشاهل مرابط في جبهة الساق غرب بمديرية عسيلان استعدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم عدة مواقع في جبهة الأقروض جنوب مدينة تعز وتمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيا الإنقلابية وقال مصدر عسكري أن الجيش الوطني استعاد مدرسة الخلل وتبت الرضعة وموقعي الهوبين والشقف بالأقروض جنوب تعز ومقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا وأسر آخر بعد صد الهجوم الذي شنته الميليشيا على مواقع الجيش الوطني في جبهة الأقروض من جهتها شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا الإنقلابية غرب تعز سيطر الجيش الوطني على مواقع جديدة في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء وقالت مصادر أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة قيفة شنوا هجوما قويا على الميليشيا الإنقلابية المتمركزة في موقع الحاجب وأدى الهجوم إلى السيطرة على الموقع وقتل وجرح العشرات من الميليشيا الإنقلابية فيه من جهد ثانية كشفت المصادر ذاتها أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كسرت زحفا للميليشيا الإنقلابية على مناطق سبت سماه وشعاب الدياب وأقال المصدر أن الميليشيا الإنقلابية في منطقة الروق وبهران ردت على تلك الضربات الموجعة بقصف قرى ومناطق المواطنين بذيكالب بصواريخ كاتيوشا نهاية الموجز شكرا لمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر